شكرا الجزيل للجميع الحاضرين والحاضرات. أشكركم على المتابعة والتركيز والاهتمام. أنا في البداية إذا كنتم قد لاحظتم أنني أقصيت فسحة الشكر فيه وبالتالي حاولت أن أختصر ما أمكن حتى أركز على النقاط الرئيسية وأعتقد أننا لا 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 نتمكن من الإحاطة بكل ما نريد تقديمه في هذه المجال. أنا أتابع كثيرا القنوات الفلسطينية خاصة بالسطين تي بي فرايم تي بي القدس تي بي يوميا أتابعها ليس لأنني شغوف بمتارض ولكن تعجبني أو تعجبني تقنيات العناية بالثقافة الفلسطينية والإنسان الفلسطيني فلسطيني في مواجهة في مواجهة مؤسسة صهيونية تشتغل بخبراء مختصين في محو معالم الذاكرة ولذا أتابع بكثرة أخت زهرة والأخت بشاري تقريبا السؤال المطروح متجانس أعطيك مثال وشوفي معي وقولي نحن مشو صاري فينا في الجزائر هذه لما نروح ندخل لست أنا ابن البرواجية ولكن ابن الجزائر خذت أماكنها لأن المهمة تقتضي منا فهم مكونات وطنين العزيز البرواجية الناس البرواجية والذين يعرفون البرواجية ندخل البرواجية رحوا لثلاث دوائر ثلاث دوائر نحب نروح العين بوسيف قبل ما ندخل العين بوسيف تتراء على يميني وسط المدينتين مدينة صغيرة أو قرية يسميها الناس دمد دمد سألت الناس كبيرهم وصغيرهم وفي المسجد بعد أداء الصالة مع الإمام وحاشية الإمام يا جماعة ما أصل كلمة دمد والله ما لابنا والله ما لابنا يا جماعة كيف أسم مدينة دمد ولا نعرف أصله وفصله وأهل المدينة الذين دفعوا عن مذهب أهل السنة والجماعة ومانعوا التشيوع في هذا الأرض نجهلهم يسمون أهل الدامود تحدث عنهم كل الرحالة والجغرافيون وابنو خلدون وغير ابنو خلدون ممن أرخوا لأعصالة هذا المجتمع المشكلة الآن نحن نكشع لكم القناة الفلسطينية لما يجيبوا بالحادث يروح ماتن يزوروا قرية دمد ويطالبوا تصحيح الاسم ويترجع أهل الدامود ومن بعد ذلك يتم عرض مآثيرها التاريخية وذكروا الذين ذكروا في كتب التاريخ وعلمائها وأجلتها الذين حفظوا نتحدث عن نموذج الفلسطيني تاريخ البلد نحن عدنا هنا أهل الدامود من الذي أتهم لما عصفة العصفة في الجزائر وآدت الدولة العبيدية صاحبة المذهب المعروف وحاولت أن تنشر المذهب أهل الدامود وهم فعلا أهل الدامود جاءوا إلى تلك المنطقة العزيزة وشكلوا حزاما قويا يمنع ورود هذا المذهب من القيروان دخولا إلى طبنا إلى ميلا ووصولا إلى الجزائر وبالتالي لأننا نجهل قراءة تاريخينا لا نعرف ما كتب الرحالة عنا مثلا ونفتح العبداري ما الذي كتبه العبداري عنا الكاتين يقولك لا أطبع صبحاني أن تثير جروح في التاريخ لا يوجد إثارة للجروح نقرأ التاريخ ونتعلم وبس العبداري لما يتكلم على مكونات هذه الأمة يقول سيليدون المعرفة وأصول العلم إن باضت الناقة يعني تولي الناقة لا تالي تولي تجيب لنا البيض قالنا هنا يولي الناقة تمد البيض ديكس أهل بلده يمدوا المعرفة لسنا ضد العبداري ولا مشاكل العبداري لأن العبداري كانت عنده علاقات أندلوسية وفي الأندلوس كانت مشاكل مع بلدنا هذا كان يخلينا نقرأ هذا النماذج والأمثلة بوقائع حالية لما نذهب بدقائق الأمور وتفاصيلها ونجربها جلبا إلينا سيختفي كل المشكل في مجتمعنا الجزائر كان نقولون لذري صغير تجوان ما هي عربية ما هي تركية ما هي أمازيغية ما هي سوريانية لأن عندنا سوريان في باتنا سكان والأصليون سوريان وأهل سوريانة ما يقولوش محمد كتفوا إلى يومين أخوتنا في سوريانة يقولوا حملنا ولما نذهب إلى الكتاب المقدس باللغة السوريانية محمد صلى الله عليه وسلم يذكروا بالمنحة مننا حرفت المنحة مننا إلى حملنا وخوتنا ضغف في الوراس يقولوا حملنا هم مشكرون لأنهم يحظون واحد الآطر اللي نوعيوا النسبية باش يعرفوا أصول كيف اندرجت إلى بلدنا بهذه الطريقة وبالتالي الحل لنا بنسبة إلي ما نقدروش نوصل المعرفة بالتقنيات المعاصرة كما قلت أنتي تكنولوجيا الحديثة الآن تقتضي منا ما يسمى العرض التأريفي لكاداستر نخدمه بالكاداستر كي نحكي حكاية يزمن نديه العين المكان ونشوفه تل أمير عبد القدر شيء كتير ومخفى عليه بصحلو كان ندي الناس السيدة قادا هما ظروها ما عرفوها ندي الناس السيدة قادا ونوليرهم المدينة القبرية ونشبعين غير القبور 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 ما ينتهيوش القبور هذا كيندي الجزائر البسيط ونديله عرض تقني بالوسائل السمية البصرية المعاصرة ونبدأ نمشيله كل طبقة عند المقبرة التاحة الأمير عبد القدر الجزائري هذه لا تذكر لنا حينما عقد زمام قيادته حينما فصل في الأمر وين نمشى نمشى إلى القرب من المدينة القبرية هذه ما كانش في غريس في غريس لاقا وبيش داروا البيعات تحت شجرة الدردارة واللي ما زلت إلى يومين هذا لكن لما عقد الأمر على أن يتجش من مسألة إدارة الدولة الجزائرية راح السيدة قادا ولي فرنسي قرأوا الانتروبولوجي قرأوا الاسوسيولوجي ليست وردتنا وين يدور ذلك الأستاذ اللي داروها تكريو رحوا المعسكين شو ذلك الأستاذ ذلك النصب التذكاري العظيم اللي داروا الفرنسوين احتفلوا به داروا في سيد قادا مقابل المقبرة تأسيد قادا وقالوا هذا احتفاءا بالأمير عد القدر صديقنا قلب الصورة لمن يذهب ويقرأ هناك قلب للصورة يعني ما يخليك ش أنت أمام الصورة الحقيقية تعبيعة القبائل الجزائرية التي سارت والأمير عد القادر وبالتالي من يتحدث عن الأمير وغير الأمير هو ملزم عليه بأن يذهب إلى الميدان ويقرأ الكتب ويستخرج من بطن الكتب الحقائق التاريخية التي تثبت لنا بالدقة والتبصيل أن ما حصل قد حصل بالفعل وها هي الرواية التاريخية ولا نمانع أن نعيد النظر في الروايات التاريخية يا جماعة خلاص هذه ونكمل برك خاش خلاص يا شكرا شكرا إن شاء الله نتمنى نتمنى تكون عندنا نترجم الإرادة إلى مشروع ونحمل هذا المشروع في إطار برنامج سمعي بصري بالصورة والصوت يعيد ذكر الحادثة بتفاصيلها مع ذكر كل من قالوا فيها صوابا أو سلبا مع تصحيحي وإعادته إلى بنيته الأولى شكرا